حتى الآن لم تغادر المواقف الأمريكية نطاق التصريحات الإعلامية بشأن ما يحصل في غزة مواقف يؤكدها مسؤولو إدارة بايدن بتكرار الوقوف إلى جانب إسرائيل ونفي ارتكابها إبادة جماعية في غزة وتبريئتها من انتهاك القانون الأمريكي والدولي عبر استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين نعتقد أن إسرائيل تستطيع بل يجب عليها أن تفعل المزيد لضمان حماية المدنيين ورفاهيتهم لنعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية لقد سجلنا رفضا قاطعا لهذا الاقتراح لكن هذه القضية تزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن فهنا يواجه بالفعل تحديا داخليا بدأ من خصومه الجمهوريين الذين عدوا قرار تجميد شحلة الذخائر بمنزلة تخل عن حليف استراتيجي فيما يواصل الطلاب مقاطعتهم حفل تخرجهم احتجاجا على الموقف الأمريكي من العدوان على غزة وآخرون نجحوا في تحويل المناسبة إلى منصة لدعم القضية الفلسطينية اعتصم الطلاب نحو ثلاثة أسابيع وهم شديدوا التأثر من قسوة العنف على غزة ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إضافة إلى التدمير الممنهج لمعاهد التعليم والبنى التحتية وأنا أيضا أشعر بالقلق العميق من جراء المأساة المروعة هناك ويبدو أن جهود بايدن وحملته الانتخابية لم تفضي بعد إلى نتائج توقف تراجع شعبيته فقد كشف أحدث استطلاعات الرأي لصحيفة نيويك تايمز أن بايدن يتراجع أمام سلفه ترامب في خمس من الولايات الحاسمة ولا سيما بين فئة الشباب والأقليات بسبب مواقفه من غزة ويبدو أن انتهاكت جامعات الأمريكية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة وبغطاء من إداراتها وبتحريضا من الحزبين يطيح المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير محمد كريم واشنطن الميادين